استقبل مجلس الدولة المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 أراغبين في الالتحاق بتلك الوظيفة والأول مرة أعلن المجلس قابول المتقدمين من الإناث تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المرأة وإعطائها الحق في الالتحاق بتلك الوظائف خطوة قضائية جديدة لدعم ومناصرة المرأة جاءت باستقبال مجلس الدولة للمتقدمات لوظيفة مندوب مساعد بالمجلس من دفعة 2021 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات المصرية ولأول مرة يسمح المجلس بتقديم الإناث في هذه الوظيفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعيين المرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة أول مرة يعلن عن تعيين المرأة أو سحب الإناث لملفات تعيينها ووظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة منذ 75 عاما وده بيصادف احتفال مجلس الدولة باليوبيلي الماسيلي وده تنفيذا لقارات المجلس الأعلى لجهات والعادة القضائية بالرئيس السيد الرئيس الجمهورية في تاريخ 2 يونيو 2021 ويمكن في السابق أولى خطوات تنفيذ تلك القارات تم تعيين عدد 98 قاضية في مجلس الدولة نقلا من هيئتين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في وظيفتي نائب مساعد به سحب ملفات التعيين بدأ اليوم ويستمر حتى 9 من فبراير الجاري وفقا للشروط والجداول التي وضعها المجلس لكل جامعة والتي بدأت اليوم بجامعات القاهرة والأزهر وحلوان وذلك وسط إجراءات تنظيمية متقدمة تسهل على المتقدمين لالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا دي أول سنة فعلا يحصل فيها كده نحن حظنا حلوة جدا يعني بس شكرا الرئيس السيسي يعني أنه سمحونا بحاجة زي كده أنا دخلت أصلا حقوق عشان كده يعني أربع سنين دراسة عشان أوصل للليبل اللي أنا فيه ده وإن شاء الله يعني يتم على خير بنسبة الكرار أن البنات تقدم في مجلس الدولة فده قرار حلو جدا لأن ابتدت المريئة تأخذ حقوقها في المجتمع بشكل مساواحل وجدا وفي مناصب علية فده يكون شرف كبير قوي أن الواحد وفق أن هو يكون في مجلس الدولة مجلس الجولة طبعا مشهور بأنه منظومة عريقة ومنظومة شريفة ونفس الواحد يبقى نفسه بواضي من أول ما بتدخل حقوق أو محامي كبير أو ووكيل نيابة بتقدم في كل حاجة وربنا بيكرم شايفه الصراحة أنه أنتصار يعني للمرأة وأنه هينفع في حاجات كتير قدام تشجعها يعني نيابة تشتغل وتبقى أحسن وتتقدم في حياتها يعني استعدادات كثيرة اتخذها المجلس بعد الإعلان عن قبول أوراق المتقدمين التي ستستمر بقبول ملفات التقديم من التاسع عشر من فبراير الجاري حتى الثالث من مارس المقبل ومن ثم تحديد المقابلات الشخصية ثم الإعلان عن المقبولين محمود جميل التلفزيون المصري